قلت النهاردة ان الزمالك شكله حلو المدرب شكله مبشر بختار الكلمات يعني مش عايز اقول مدرب حلو وجميل وعظيم وهيكسر الدنيا بس جزيج وميز تحسه مباشر الفرقة بقت شوية منظمة شوية بقت حاسس بنمط وده بقول حاسس ليه؟ انه لسه ما فيش حاجات متسبتة ومتأكدة عايزة مباليات كثيرة معايا في الرأي ده ولا مختلف؟ مليون المئة متفق معاك كريم احنا بنكون انطباعات تكوين الرأي زي ما قلنا لازم يمر بجميع مراحل المنافسين احنا شفنا جزيج وميز ضد الاسماعيلي فريق طبعا افضل كتير من ابو سليم وشفنا ضد ابو سليم ولكن هي نوعية المتشاط اللي هو فريق الزمالك نازل يطرد النتيجة وهو اللي مطلوب ان يكسب والفريق التاني بيسعى لتجنب الهزيمة يعني الاسماعيلي كان له فرصه طبعا لانه هو الاسماعيلي عنده ادوات بس كان الاسماعيلي بس على تجنب الهزيمة ونشوف المدرب في جميع انواع المباريات اللي تتضمن ان انت الفريق المسيطر القوي المهيمن اللي نازل يكسب او ان انت بتلعب جيم متكافئ او ان انت بتلعب جيم ضد فريق اقوى منك عشان تاخد انطباعك عن المدرب في الثلاث انواع من المباريات اللي ممكن يعبد لهم اي مدرب فيه مدربين بيبقوا شاطرين جدا لو هو الطرف الاقل حظا وبيلعب تحت الكرة وبتشوف منه حاجة مبهرة وفيه مدربين تانيين بيبقوا كويسين جدا وما يبقى هو الطرف المهيمن واللي نازل يكسب وفيه مدربين يعني وفيه مدربين بيجمعوا من الثلاث انماط من اللعبة فاحنا محتاجين عشان نحكم على تجربة جوزي جوميز على الاقل على الاقل نقيمه في نمط تاني اللي هي المباريات المتكافئة اللي هي شرط عشان الزمالك حقق بطولة ان هو زي ما هيجيد احنا شفنا الزمالك اجاد في اللقائنا الاسماعيل والقائنا بوسليم ضد الفرق اللي هي بتتجنب الهزيمة الزمالك هو رازل يكسب بس فيه عشان تكسب بطولة في اللقاء زي القائلة انت هتعابل فريق يعتبر اللقاء متكافئ او القائلة كمان افضل فنية فانت محتاج تشوف الوجه بتاعه في المبارات دي عامل ازاي وعشان تكسب الكون فيدرالية هتروح لسكك بعد كده نهضة بركان اتحاد العصمة اللي هي مباراته متكافئة محتاج تشوف المدرب هو بلعب جيم متوازن هل هيقدر يحافظ على الشكل اللي هو اللحظة الدفاعية وتبتتلقى هجمات ولحظات التحولات ولحظات السيطرة كل اللحظات دي ولكن اللي بيحصل في الزمالك برضو حاجات على الطريق الصحيح النهاردة كان الزمالك بيلعب جيم بدون في الشوط الاول اللي هو افضل اشوط الزمالك في الموسم تقريبا بدون صفقات هتقول لي حاجة منطقية ان ده بو سليم فرقة كله خضورتها بالتانية اول اي وقت تمام الزمالك جاي منين ما احنا مش هنقول لو الزمالك جاي من الموسم اللي كسف فيه الدوره والكاس و النهاردة كиса ابو سليم بالاداة اقول لك عادة لأ هو كان هيباء الزمالك الزمالك كسف�تان النهاردة متداi بالطبيعي فل ohne ما زمالك جاي منين تعال نشوف الزمالك جاي من هنا يا كريم من جاي من المستوى اللي قابل بياه ابو سليم في برج العرب من فترة صغيرة تعالوا نشوف الفرق بين المحاولات النهاردة و المحاولات في القائب اسليم ما انا مش جايب بها حاجة من جايبها كتير هو الزمالك جايبها من الحتة دي عشان كده اللي استبشار بيه ده هنا الزمالك كان جايبها من هنا اللي هو ستين دقيقة معاملتش محاولة على الجول ده الخاقب وسليم في برج العرب ستين دقيقة الأورنج ده off target بره المرمى ستين دقيقة لغاية دقيقة ستين اول محاولة كان الزمالك حاوله on target اللي هي كانت الجول في دقيقة من ستين لدقيقة 75 محاولات قليلة جدا شفنا الجول ومحاولة واحدة في الجول دي المحاولتين للزمالك طول لقاء ابو سليم اللي هي في مصر اللي في مصر اللي ملعبك فالزمالك جاي من هنا عشان بس الناس تبقى عارفة لو انت بتشيت بجزوج وميز او تتحمله في اللي جاي لو لقدر الله للزمالك حصل اخفاق في الكونفدرالية او اي شيء يبقى جمهور الزمالك عارف هو بتحمل ايه هنا الاخفاق مش لازم الخروج ممكن انت تهن يعني تخسر مباراة وترجع تعوض في لقاء بعد كده تعال بقى اللي بعدها تعال بقى نشوف النهاردة زمالك جاي منين خلي بالك هناك كان الخط على اربعة هنا الخط على خمس محاولات في الشوت الاول منهم اه اللي شفنا ده وفيه بار في العرضة وفيه اه وفيه كل ده في الشوت الاول اللي هيديها خمسة واربعين بص بقى العدد فيه خمسة فيه اتنين فيه اتنين تسع محاولات منهم زي ما قلنا عرضة وعلمرمى وهدف وحاجات اتحصل لها بلوك كل حاجة فيه كل انواع ومنها فرص الناس اللي شفت بعينها كمان فيه فرص طلعت افتارجت بس كانت قربية او من الجون يعني الكورتين بتطعب مصطفى شعلا بيوننصر محسوبين افتارجت بس هما وقعيا كانوا في قلب الجون فالزمالك لا الزمالك اتحسن كتير ولكن برضو المحاولات بتاعت الزمالك بتقول ان بعد التغييرات في الشروط التاني الدنيا وقفت ودي مبررة الراجل عايز يتفرج ما هو مش كل فرقة تقدر تقول ان انا في نص المساحة تخلك عشر تفقاء صح فدي محتاج برضو كان يشوف فده سبب ان الزمالك جه في النص الساعة الاخيرة ويعتبر خطورته على المرمى اللي هو يتعامل بقى مع الجزء الاخير انا بقى مباراة تجريبية انا بجرب لعيبة بقى انا خلصت خلاص انا سعدت وسعدت اول وكل حاجة نفسه في المؤتمر انا بيعجبني في المؤتمرين رامع على نفسه جزء من المسئولية ودي من الحاجات اللي انا بحبها في المدير الفني اللي هو بيشيل شلته يعني الراجل شال النهاردة وقال انا اللي عملت التغييرات وكنت محتاج كذا وكذا ويمكن ده سبب الاداء حرف ماتل اسماعيلي ما لمش الارض ولام الفريق اللي ما سيطرش فدي لازم نفهم الزمالك جاي من كده نقطة تانية برضو بالدلالة التحسن يا كريم الصورة اللي بعد كده اللي هو شكل الفريق نفسه دي مسلا المراوغات في القاة ابو سليم الاولاني بص الدريبلز عاملة ازاي انت بيش عارف شخص دي المراوغات مفيش مراوغة في التلت الاخير المراوغات هنا في نص المعب يعني ممكن بيكون لعيب كذا بيلم حاجة زي كده دي في القاة ابو سليم الاول انا برضو بأكد لك الزمالك جاي من ايه انت بتراوغ في نص المعباك انت اللي هو ممكن فروت داخل عليك تضغط فانت ما فيش حاجة مؤسرة واحدة بس في التلت الاخير تعال نشوفه النهاردة اه شوفه النهاردة بس لان ده مراوغات الزمالك فده تحسن التحسن اللي هو بتاع انتشار اللاعبين ما هو انت ساعات اما يبقى اللاعب زي بس عن زيزو واحد وصل تلاتة ما عافش يراوغ فتلاقي مراوغات مش نكحة وعدد كده انما ما تبقى الفريق منتشر كويس ومتحرك كويس حتلاقي ده تمكن من مراوغات وبص منها في اجزاء مهمة جدا من الملعب اللي هو التلت قبل الاخير والتلت الاخير تعال نشوف العدد حتى حيبان العدد في الصورة اللي بعد كده النهاردة زي مالك عمل 25 محاولة بالمراوغة احنا كنا دايما بنتكلم على مهما كان التنظيم لازم الواحد على واحد هو اللي بيفرق معك 25 مراوغة للزي مالك في القاء النهاردة تميز فيها ممكن بوصفة شلبي كمان لان شلبي عمل من 5 كورات عمل 4 مراوغات صحيحة يزوحاول كتير لانه بيبقى الضغط عليه كتير معظم اللاعبين ظهرين بشكل معقول جدا 25 مراوغة دي ارقام بتقولك ان الزي مالك تحسن في حاجات كتير ومعانا ارقام تانية برضو بتأكد الكلام ده وصور تعال اوريك حاجة من الحاجات المهمة الصورة اللي بعد كده هتوضح شيء مهم جدا ده طبعا كان شكل طريق لعب الزي مالك النهاردة اللي 4 2 3 1 الواضحة شلبي لو تاخد بالك لجوة شوية في الملعب دي حنجيلها بعدين بس معايا حاجة جميلة الصورة اللي بعدها من المعايير المهمة قوي في حاجة اللي هو من المواقع اللي احنا شغالين معاها كرة ستيتس بيجيبها جيا كليم ده برضو شبكة التاميرات تحس ان هو النظام الخطة هنا اللاعبة ما فيهاش حاجة مبتورة يعني في مواتش الاسماعيلي كانت ناحية انه داي وقفة هنا اللحيتين شغالين 18 سيد عبدالله بيتشتغل معا زيزو 25 عمر جابر بيشتغل مع مصطفى شلبي مصطفى شلبي الجوة الملعب اللي هو انتشار مثالي بالزبط مش مبتورة مش مبعثرة ودي خمس تاميرات فيما فوق على التاميرات وريني برضو كلها هتدلقل على التحسن وريني بقى اللي بعدها برضو دي يا كريم حاجة اللي هي الهجمات الخطيرة في اللقاء طبعا يعني التفاصيل مش مهمة انا عايز الناس بس تتركز معايا في حاجة ده القاقة مسليمي الاول اخطر هجمتين وافضل هجمتين للزمالك كانوا من كرات سابتة واحدة اتبسط ثلاث مرات والتانية اتبسط مرة واحدة دي اخطر هجمتين في القاقة مسليمي الاولان كرتين سابتين تعال بقى نشوف النهاردة تقييم الهجمات الجيدة للزمالك اللي هي الهجمات اللي بيتم اعتبارها جيدة هات الصورة اللي بعديها انا عايز تفتكر الناس كنت بتفتكر ازاي البساط هنا دي واحدة سريعة كانت معمولة من ست نقلات بس ست نقلات واربعتاشر لمسة تمام؟ اللي هي انتهت لمصطفى شلبي هتبقى معانا اللي شلبي كان في قلب الجون خلي بالك برضو كانت اقصى حاجة هناك ثلاث نقلات هنا برضو ده نمط نقل سريع تعال اوريك نمط تاني نبص عليه عدد البساط كان كامل النهاردة في احد الهجمات المحترمة من النادي الزمالك هات الصورة اللي بعديها اربعة وعشرين باصة يا كريم هجمة عملت من اربعة وعشرين باصة وتلمس يتدين وخمسين مرة ده احد الهجمات المهمة لنادي الزمالك بص الناس تبص على عدد البساط هات الهجمات اللي بعديها انا ببص عدد البساط هنا ده اللي هو التحسن اللي الزمالك عمله اوعزناها في الخائل الاسماعيلي لوجود عبدالله السعيد النهاردة يوعز للانتشار الجيد جدا لعبت الزمالك ده من تسعة عشر باصة يعني هجمات الزمالك بدأت تبقى اسلوب لعب جميز واضح فيها اللي هو انا اقدر احتفظ بالكرة معايا في رجلي اقدر انقلها اللعبة بتتحرك لبعض منظور كرة بشكل جيد جدا تحسن كبير في جزء منه يتعلق ان الاسماعيلي وبو سليم مع فرق الجودة الصالحة الاسماعيلي سابوا الكرة للزمالك ممكن لسه زمالك ما دخلش خط وسطف والاختبار بتاعنا هضغط عليك بكل قوة وانا عندي عناصر ممكن تكون افضل منك زي اللي حيتواجه في القائل لكن العمل اللي عمله جزيجو ميز احنا قلنا ان الزمالك كان جاي برضو من مقاتل ضد ابو سليم زي ماكو ما كانش بيلعب ريال مديدو برشونه وحلان بيلعب ابو سليم هو نفس المستوى اللي بنقيس عليه التحسن